أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغار باسل رحمي أعلن عن إطلاق الجهاز برنامجاً تمويلياً جديداً بالتعاوي مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بهدف دعم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر أشار رحمي إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الجهاز على تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير هذه المنتجات بأسعار تنافسية لكافة المشروعات الزراعية والصناعية والإنتاجية التي يمكن أن تستفيد من الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي لتكون صديقة للبيئة وفي نفس الوقت تساهم في التقليل من الانبعاثات الحرارية